أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن فضلا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والأليات القائمة والمبتكرة لتعزيز انتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين أكد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز مشددا على أهمية استنباط أصناف من التقاوي قليلة استهلاك المياه وكثيفة الانتاج في الوقت ذاته بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها ووجه رئيس الوزراء بإعداد خطط للعمل وفق خلال السنوات المقبلة تضمن التوسع في استنباط وزراعة الأصناف الموفرة لاستهلاك المياه بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز السنوية